مساء الخير في رجالة لما بتعرف ان شريكة حياتهم جالها مرض صعب اول حاجة بيعملوها بيخلعوا لكن ياسمين بطل القصة حقيقية النهارد لما حصلت لها ظروف قعدت على كرسي متحرك وهي في فترة الخطوبة خطيبها رفض يسيبها وقال لها انا هكمل معاك وهخليكي اسعد واحدة في الدنيا بس ايه اللي حصل بعد كده خلها تتمنى لو كان هرب تفتكروا ايه اللي حصل تعالوا نسمع قصة من اولها ونشوف ياسمين بعدها تقول لنا ايه اسمي ياسمين وعندي 32 سنة حكايتي بدأت من اول ما اتخطبت للانسان اللي حبيته ارتبطت بيه رغم انه صنايعي وانا مؤهلي كان احسن منه بس كنت بحبه بحب فيه رجلته وشهمته وطريقة معاملته وبعد فترة من الخطوبة تعبت دخلت كذا عملية لحد ما حالتي اتأخرت وقعدت على كرسي متحرك عرفت اني هفضل عليه طول حياتي اتصدمت وقتها صدمة كبيرة قوي وقلت الخطيبي احنا لازم نسيب بعض مش هقدر ازلمك معايا كل شيء اسمه ونصيب وحاولت ارجع له دهبه كتير قوي بس كان بيرفض وكان بيقول لي ايه اللي انت بتقولي ده انا هكمل معاكي لعمر كله وزي ما حبيتك وانت واقفة على رجلك هفضل احبك على اي حاجة انت فيها قلت له تابو الكرسي اللي انا بقيت قعدة عليه اكيد هتيجي مواقف كتير هتحس فيها ان انت محتاج زوجة سليمة بتعملك كل طلباتك قال لي ملكيش دعوة انا راضي ومبسوط لما بقى اعترض على حاجة ابقي تكلمي كنت بحاول اخليه اصرف نظر وانا بموت من جواي كل ما كنت بلاقيه متمسك بيا كنت بحس احساس اللي بيموت وبتترضي فيه الروح من تاني ولما لقيته متمسك بيا اتفقنا على الجواز ووعدني انه هيخليني اسعد واحدة في الدنيا وانا صدقته وحبيت تمسكه بيا بس الموضوع ما تمش بسهولة بسبب اهله اللي عملوا معه مشاكل كتير عشان كانوا رفضين الجوازة ومع كتر مشاكلهم والكلام الصعب اللي وصل لأهلنا اهلي كمان اتجرحوا وقالوا احنا بقى اللي مش موافقين على الجوازة دي وبقى الموضوع عند ومشاكل بين الطرفين وخصوصا اني كنت هتجوزه في بيت عائلة يعني ويشيف ويشوهم على طول لكن انا وهو ما استسلمناش لحد ما انتصرنا على الظروف والخلافات واتجوزنا في الآخر فأول الجواز كان شخص كويس جدا معي كان طيب خدوم بيحبني زي ما وعدني لكن ما فيش حاجة بتفضل على حالها الموضوع حصل بالتدريج لما حلوة الحب وبداية الجواز راحت بدأ جوزي يحسسني فجأة انه مش مبسوط معي من وقت للتاني بيرمي كلمة كده يبص بصة كده او يبرطم ده غير زعيق ومشاكل وخناقات بدأت تزيد حاجة في حاجة كل ما زعل او احس بالخوف اطمن نفسي واقول عادي كل بيوت فيها مشاكل وهي دي سنة الحياة بلاش تكبري المواضيع على الفاضي لحد ما عرفت اني حامل في بنت كنت طايرة كنت طايرة وقتها من السعادة وقلت دي اللي هتبقى العوض من ربنا واكيد هتشلني لما اكبر وهتبقى بنتي وصحبتي واختي وبدلا ما يفرح معايا ونقعد نحلم مع بعض زي اي اتنين مستنين بيبي بدأت نبرة المشاكل والخناقات تزيد كأنه مش راضي او مش مبسوط فضل على كده بعد ما خلفت معيني والله كنت ست بيت شطرة جدا ونظيفة وكنت شايلة مسئولية البيت والبنت الوحدي وعمر مظروف مرة دي اثرت على واجباتي لا كنت بخلي حد من اهله يساعدني او يعملي اي حاجة وبعد ما خلفت بنتي بثلاث سنين حاولت فيهم اعيش واتحمل ربنا رزقني بعدها بولد وقلت الحمد لله بقى معايا بنت وولد كل نفسي فيه ربنا حققه لكن في المقابل كانت المشاكل بتزيد كل يوم وجوزي بقى يتلكك على اقل حاجة كان مأثر في كل مسئوليات البيت يا سالي واهلي هم اللي كانوا بيصرفوا علي حتى الاكل والشرب وفي الاول كنت بتحمل وبجي على نفسي بس بعد ما خلفت ما كنتش بتحمل ان ولادي يبقى نفسهم في حاجة او يطلبوا مني فلوس واقول لهم مش معاي ما كنتش بطلب منه حاجة لي انا خالص ولو طلبت اروح عند اهلي عشان معزومة مع اخواتي مايرضاش مايرضاش يجي معايا ويقول لي انا مش بحب اتجمع معاهم وماليش في الجودة ولو صممت اروح يوديني يوديني من غير الكرسي بتاعي عشان لما اروح عند اهلي يتعبوا في الشيل والحط فيه ويفضل يقول لي عشان تعرفي انه محدش هيشيلك ولا يقف جنبك غيري ولو طلبت اخرج زي اي واحدة يقول لي انت اللي زايك ملوش خروج ولو طلبت حاجة نفسي فيها يقول لي مش معايا فلوس مع العلم انه صنايعي وبيكسب كويس بس كان حرمني انا وعيالي الحاجة اللي كان ببوص في الشقة ما تتصلحش ولو تصلحت تتصلح بعدها بسنتين ثلاثة ويقول لي انا كنت بقدبك عشان تحافظي على حاجة البيت لما كنت اتعب واهلي هما اللي كانوا بيشلوني وهم اللي بيجيبوا لي العلاج لو اشتكيت من اهله يقول لي انت تتغيري في اي وقت انما اهلي ما يتغيروش ولو هما اشتكوا مني يبقى يوم اسود علي لما اهله كانوا بيطلبوا منه فلوس كان على طول يديهم اي حاجة يطلبوها لكن اما انا اطلب منه فدايما كان يقول لي ما معيش ووصل بي الحال انه كان قافل على كل حاجتي وعافشي لو طلعت حاجة واستعملتها عشان افرح بيها شوية يبهدلني وياخدها تاني ويقفل عليها ويقول لي انتي ست بيت فشلة بس لو اهله طلبوا حاجة من حاجتي يطلع عليهم عادي كان متحرم علي اطلع اي حاجة من حاجة الجهاز ولو طلبت حاجة من اهله يقول لي اهلي مش ملزومين بيكي اهلك هما اللي ملزومين بيكي تخيالي يا سالي ما كانش بيسيب ليه حتى لو خمسة جنيه عشان اجيب بيها فطار للعيال وياما نمنى من غير عشا عشان مفيش حاجة ناكلها واوقات كمان اهله كان هما اللي بيطلعوا ياخدوا مني الاكل اللي انا طبخاها وبدل كلمة شكرا كانوا بيعيروني بظروفي كتير قوي كنت بسكت واتحمل لو لأني لابسة او حطى ميكوب في شقتي يقولي انت بتتزوائي المين لو غيرت شكلي او ولون شعري او عملت حاجة جديدة يقولي شكلك مش عاطفي انت كبرتي ما بقيتش صغيرة عالكلام ده مع اني لسه في اول التلاتينات كان دايماً ما حسسني اني اقل من اي ست عمري ما سمعت منه كلمة حلوة كان مفاهم الناس كلها اني نايمة خالص ما بعملش شغل بيتي عشان قاعد على كرسي وانه هو اللي شايل المسئولية هو بيعمل كل حاجة في البيت وكنت انا الشماعة اللي بيعلق عليها كل مشاكله مع كتر المشاكل والخلافات كان بيطردني بالليل عشان اسباب تفهى بس انا ما كنتش بمشي كنت بقولي يمكن زهان ولما كنت اغضب واروح لأهلي وارجع تاني يقولي انا ما كنتش عايزك اللي جابك ومرة على مرة بقيت فعلا مش عايزة ارجع لكن للأسف أهلي كانوا بيرجعوني ليه غصبة عني من اكتر الحاجات اللي قفلتني منه اني كنت ساعة اقوله انا عايزة اكمل علاجي يرفض مايرضاش ولي انت مستعجلة ليه اديكي قاعدة وراح اشترى ارض عشان يوسع من شغله استحملت الضرب والاهانة والبهدلة والبخل عشان خاطر عيالي بس جيت في يوم صبري خلص وولت مستحيل ارجع له وروحت عند اهلي وفضلت هناك سنتين واقفة عالطلاء هو مش راضي يطلق عشان مش عايز يديني حقوقي كان واخد مني عيالي ما كنتش بشوفهم فرافعت قضية في المحكمة ولما راح له اعلان القضية وافق عالطلاء وحصل الطلاق بشكل ودي بعد ما اتفقنا ان العيال هتبقى معيه وهو مضى على كده في المحكمة لما جيت اخد قيمتي لقيت واخد كل حاجة او حاجات كتير قوي من حاجتي حوالي النص بس انا قلت مش مشكلة واتفقنا انه هيدفع الف جنيه نفقة للعيال وحياتي مشيت بعدها بشكل كويس بدأت اخيرا استقر انا والعيال اللي كانوا بيروحوا لباباهم اخر الاسبوع بس جيه في اخر مرة مرضيش يرجعهم بعدتلوا ناس كتير في البلد عشان يرجعهم بشكل ودي من غير مشاكل وبرضو رفض وقال للناس ان العيال رفضين يرجعوا عشان امهم بتضربهم مع اني عارفة متأكدة ان عيالي مستحيل يقولوا كده ورفعت قضية في المحكمة انهم يجوا بالقوة الجبرية وبقالي على الحال ده اربع شهور ما عرفش عنهم حاجة معقول اكون غلط عشان عايزة اعيش مرتاحة رفضت عايش مع واحد شكاك بخيل ومعلق علي كل مشاكله عيدني بظروفي ارجوك يا سالي عايزة حد يساعدني ارجع عيالي انا ام وخايفة على مستقبلهم علما بانهم لما كانوا عندي كانوا بياخدوا دروس ما كنتش مؤثرة معاهم في حاجة وفلوس ابوهم ما كانتش بكافي مصارفهم كنت بقول مش مشكلة ابوهم مش هيعلمهم كويس واهله مش بتوع تعليم واللي يقصر فيه انا هكمله واربي عيالي تربية صح واعلمهم تعليم كويس قولولي اعمل ايه ماشي نقف عند قولولي اعمل ايه طب تفتكروا بقى طه ليه ياسمين بيعمل معها كده ليه وليه تغير وقيلي المفروض ياسمين تعملوا دلوقتي عشان ولادها يرجعوا تاني لحضنها ويا ما سمعنا عن مشاكل زي دي كتير قوي والمحكمة بتحكم لها وبرضو ياخد العيال وما يظهرش طب واخرتها بتعندوا بعض في العيال اسئلة كتير قوي في حكايتك يا ياسمين استنونا بعد الفاصل موسيقى